مرة تاني أحبائي كان مدعو في بيت شخص في الريسة وبعدين أجت امرأة خاطئة كانت تبكي وبلت قدمي المسيح بدموعها وابتلأت تمسح قدمي المسيح بشعر رأسها وتدهن قدمي المسيح بالعطر فطبعا واحد اللي عازمه بقول لو كان هذا نبيا لاحظ الكلام فالنبي يعلم الأمور عن غيب لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة إنها خاطئة المسيح العالم القلوب وفاحص القلوب ووازن القلوب وكاشف القلوب عرف فكر قلبه بل عاتبه إنه لم يقم بالضيافة الشرقية لأنه المسيح قال لهذه المرأة الخاطئة مغفورة لك خطياك ولكن أحبائي عندما اعترضوا قال يسوع غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا من يحب قليلا يغفر له قليلا ثم قال لها يسوع مغفورة لك خطياك اذهبي بالسلام واو من يستطيع أن يقول هذه الكلمات في حادثة أخرى جاءوا في إنجيل يحنى الثمانية هذا الحادثة التي حكيت عنها في إنجيل لو قصحاح سبعة في يحنى الثمانية جاءوا بامرأة أمسكت في ذات الفعل وهي تزني كانت العدالة عرجاء وكان عندهم رياء تمثيل أنهم لم يحضروا الرجل وعوزين يجعلوا من ضعف هذه المرأة وقود طبعا لتغذية نيران حقدهم فجربوا يسوع أن موسى أوصانة مثل هذه الترجم طب ليه ما رجمتوها إذا أنتوا يعني فعلا رجال دين فابتدأ المسيح يكتب على الأرض وابتدأوا يتراجعوا فبعدين وقف يسوع ياهل المشهد أمام هذه المرأة المرتعبة الخائفة من نظرات الحاق الدين وكلمات القذرة الكلمات المؤزية والمؤلمة سألها يسوع أمدانك أحد قالت لا يا سيد قال لها ولا أنا أدينك آه لكن اذهبي ولا تخطئ تعرفوا إحساس الغفران بشيل عنك الأحمال والأثقال وعذاب الضمير وعذاب السعير وبئس المصير بشيل عنك كل الأحمال والأثقال يعطيك راحة وسلام وحرية وشفاء عميق في داخلك وهذا أحباء لا تقدر أن تحصل عليه إلا إذا آمنت بالرب يسوع المسيح حتى وهو على الصليب قائد المئة قال حقا كان هذا الإنسان بار بلا خطية حتى وهو على الصليب اللص التائب قال ليسوع أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك أجاب يسوع وقال له اليوم تكون معي في الفردوس غفر خطياء في الحال وفعلا أعطاه السماء رغم أنه كان لآخر حياته أنه قاتل مجرم لص وإرهابه فغفر له خطياء وأعطاه الخلاص وأعطاه أنه يكون معاه في الفردوس في نفس اليوم غفر خطياء بالكامل هذا السلطان هو سلطان الرب يسوع المسيح له كل المجد ترجمة نانسي قنقر